أهلاً وسهلاً بالمتابعين الكرام في الحلقة التي تحدثنا فيها عن حقيقة قداسة اللغة العربية وبينا أن هذه القداسة جاءت من التفكير الخاطئ لبعض علماء الإسلام باعتبارها لغة الله وآدم والملائكة لكنها ليست سوى لغة من اللغات التي أتت بها فصول وقراءات الكتب المقدسة السابقة كالتوراة باللغة العبرية والإنجيل باللغة اليونانية والآرامية السوريانية فالقرآن لا يخرج عن هذه القاعدة فلسانه عربي مبين جاء للعرب في الدرجة الأولى في هذه الحلقة وكما وعدناكم سوف نشرح معنى كلمة القرآن وما يحتويه من صور وآيات ثم نتحدث عن الغاية من وجوده كلمة قرآن تتكون من شقين الشق الأول قرى بمعنى تلا وقرأ وبهذا المعنى جاءت الكلمة في اللغة الآرامية والسوريانية قراء معناها يقرأ يدرس يدعو ينادي ولا زال هذا المصطلح يتداول في شمال أفريقيا عندنا نحن في المغرب قرى بمعنى تعلم وكذلك في اللغة العبرية مقراء معناها قراءة النص أو كتاب التناخ والشق الثاني هو آن في آخر الكلمة بلسان عربي كما هو الحال في اللغة الآرامية كذلك تفيد الصفة أو التحقيق فإذا كانت الكلمة غير معرفة بأل في أولها فهي تفيد الصفة نقول فرحان عطشان سكران كسلان إلى آخره أما إذا كانت الكلمة معرفة بأل فتكون للتحقيق كما جاء في صورة العنكبوت الآية 64 وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فكلمة الحيوان في اللغة العربية تعني البهيمة لكن في هذه الآية تعني الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون إذن القرآن معناها التعليم الحقيقي هذا التعليم يتكون من 114 صورة تحمل أوامر ونواهي ومعاملات وتشريعات وقوانين وأحكام وغيرها من التعاليم وكلمة صورة ليست من أصل العربي كما يتبادر للدهن للوهل الأولى وإنما الكلمة من أصل أرامي سرياني بالصاد صورة من بين معانيها متن الكتاب المقدس كله إذن صورة الكتاب معناها متن الكتاب يقابلها التعبير الأرامي صورة كتابة ويعني كذلك المتن من الكتاب المقدس إذن القرآن هو كتاب المتن من أصل الكتب المقدسة كالثورة والتناخ والأناجيل وغيرها ويشير القرآن بوضوح لأصله بالقول في صورة الشعراء وإنه لفي زبر الأولين وكذلك في صورة الأعلى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لهذا يؤكد القرآن على أن أهل الكتاب هم من اليهود والنصارى هم يفرحون لسماع هذا القرآن لكن منهم من ينكر بعضه كما جاء في صورة الرعد الآية 36 والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه إلى آخره والسبب في نكران بعضه هو وجود مقاطع في القرآن من أناجيل وكتب الأبوكريفة لا تعترف بها الكنائس المسيحية كإنجيل الطفولة على سبيل المثال الذي يتحدث عن خلق المسيح عيسى لهيئة طير من الطين فينفخ فيه فإذا هي طيرا تطير كما جاء في صورة آل عمران الآية 49 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة طير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وكذلك في صورة المائدة 110 ولهذا تهم محمد من طرف خصومه بالأخذ عن كتب الأولين كما تفيد الآية الخامسة من صورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة وأساطير ليس معناها خرافات كما هو معروف في اللغة العربية الآن وإنما معناها ما سطره الأونود من كتب سابقة كانت مصطورة ومنشورة في رقوق جلدية كما يتبين من صورة الطور الآيتين الثانية والثالثة وكتاب مصطور في رق منشور وهذه الكتب كما قلنا سابقا كانت بلغات أعجمية كالعبرية والآرامية واليونانية فجاء القرآن بتفصيل متن هذه الكتب السابقة بلسان عربي مبين كما تشهد على ذلك الآية 44 من صورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي إلى آخره وللتأكيد هذا المعنى نجد القرآن يتحدث عن نفسه في صورة يونس الآية 37 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إذن القرآن هو التصديق الذي بين يدي محمد من كتب مقدسة التي سبقت القرآن فيخاطب اليهود والنصارى الناطقين باللسان العربي ويدعوهم لعبادة الله الواحد كما جاء في صورة آل عمران الآية 64 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وهذه الدعوة تفيد أن محمد لم يأتي بعقيدة جديدة ولم يعتبر نفسه هو وجماعتي خارجين عن ملة أهل الكتاب التي هي التوحيد أصل ملة أبو الأنبياء إبراهيم الخليل ملة الإسلام كما تشهد الآية 78 من صورة الحج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبله إلى آخره إذن منذ إبراهيم الخليل وهذه الملة موجودة عند أهل الكتاب من يهود ونصارى فالإسلام في معناه هو الخضوع والاستسلام لرب العالمين والإقرار بوحدانية الله كما تفيد الآية 131 من صورة البقرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فالخطاب ها هنا لإبراهيم الخليل وفي الآيات التي سبقت هذه الآية يظهر جليا معنى هذا الإسلام في دعائه لله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن دريتنا أمة مسلمة لك إلى آخره الآية 128 من صورة البقرة وصار كل الأنبياء والرسل على هذا النهج بحسب القرآن ونأخذ على سبيل المثال قول النبي يعقوب في الآية 133 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إذن الإسلام هو التوحيد ولا شيء آخر غير التوحيد بالله ليس بعقيدة جديدة أتى بها محمد في القرن السابع الميلادي أما ما جاء في الآية 85 من صورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فكلمة دين من أصل أرامي دينا تعني حكم قضاء الدينون إلى آخره إذن دين الإسلام يعني حكم الاستسلام لوحدانية الله فما جاء به محمد ليس بعقيدة جديدة اسمها الإسلام وإنما حكم عربي وتأسيس دولة عربية مبنية على عقيدة التوحيد وهذا الطرح تدعمه الآية 37 من صورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن تبعت أهواءهم بعدما جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا واق خلاصة القول في هذه الحلقة القرآن هو تفصيل وقراءات للكتب المقدسة السابقة بلسان عربي مبين والدين الإسلامي هو حكم وسلطة مبنية على قواعد توحيدية نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر